ما في شك موضوع ضريبة القيمة المضافة دي هاجس لكل أسرة هاجس لكل بيت هاجس لكل فرد وكما قال سمو ولي العهد في حديثه قبل كم يوم أنه القرار قرار رفع ضريبة القيمة المضافة كان قرار مؤلم وخلونا نكون واضحين شوية ونتكلم بصراحة هذا القرار كان ما اتخذ بسهولة كان خيار مرة صعب لكن بالأرقام فتورة أجور موظفي الدولة نصف رليون ريال إضافة للنصف رليون عندنا التزامات تشغيل مستشفيات صيانة طرق مدارس دعم اجتماعي عديد عندنا التزامات تقارب يمكن هالرقم أو أقل منه بقليل وعندنا مشاريع بنية تحتية وعندنا طموحات نبغي نبغي نسوي شغل فنشتغل هذه المبالغ كلها ضروري من الوفاء فيها والاتفاء بالالتزام فيها فكان الهدف هو عدم المساس لا بالرواتب ولا البدلات واختارت الدولة هذا الخيار لكن بفضل الله لو تلاحظوا أنه الدولة عندها إيرادات نفطية من فين دخل الدولة يجي؟ من النفط ومن غير النفط النفط اللي جانا من النفط العام الماضي أو خلال العام هذا ما غطى الرواتب ما وصل ربعمية وعشرين مليار طيب الإيرادات الغير نفطية جاي من فين؟ جاي من استثماراتنا جاي من رسوم المقابل المالي جاي من الجمارك جاي من رسوم ضريبة الاستقطاع الخاصة بالمنتجات التبغ والمشروبات الغازية والمحلاء الرسوم على المياه المحلاء اللي فيها سكر كل هذه عملت حزمة من الإيرادات الغير نفطية هذا ساعدنا اليوم بسبب هذه الإصلاحات ساعدنا اليوم أن نحن نواجه هذه المشكلة لكن تفائلوا إن شاء الله المستقبل إن شاء الله تتحسن الدورة الاقتصادية إن شاء الله تعود يعود البترول إلى ما كان عليه وتعود إن شاء الله تستمر الدولة في منهجيتها وهذا القرار وداً على سؤالك يا موسى هذا القرار مثل أي قرار ثاني يراجع لما إن شاء الله نخلص هالأزمة ونشوف هالأزمة والأمور تعود إلى مجالها ترجمة نانسي قنقر